اخبار اليوم فايض من الشوق والاستعداد واتخرون له مطابة من المحافظة الزراعية والبقليات والتمر منذ وقت مبكر وقبيل حلول الشهر الكريم يقوم السودانيين بشراء التوابل وقمر الجين ويقومون كذلك بإعداد مكونات شراب شهير يسمى الحلومور وهو يسمع من عدة مواد أهمها الزراوة والتوابل وغيرها وتحتوي من نائدة سودانية على بعض الأكلات المقلية والحلويات مثل العصيبة والسلطات شيء مهم ولفت للنظر في العادة السودانية في رمضان وهو إفطار الناس في المساجد وفي السحاد التي تتوسط الأحياء على الطرقات تحسبا لوجود مارة بعيدين عن منازلهم أو وجود عزاب في الأحياء قد لا يتوفر لديهم الوقت لصنع الطعام بالطريقة التي يريدونها قبل الغروب بدقائق تجد الناس يتجمعون في جماعات على شكل حلقات خلال لحظات الإفطار لاستياض المارة ودعوتهم لتناول الإفطار معهم بعد الفراغ من الإفطار يتناولون القهوة ثم يقلون بعض الوقت قبل انذهاب إلى صلة التراويح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر